اشتركوا في القناة حدا من التعليم يمكنهم من الانعتاق من جاذبية الفاقة ولكن الحالة الصحية لعبدالسلام بوخاتم تدهورت ولم يعد بمقدوره العمل وتوفير ما تحتاجه اسرته وكما يحدث في اسر فقيرة كثيرة اضطر الابن الاكبر عادل الى التوقف عن الدراسة كان في السنة الثانية في كلية الحقوق في اواخر تسعينيات القرن الماضي كانت بطالة حملة الشهادات قد اتخذت لها ملامح واضحة ولذلك صعب على عادل بوخاتم ان يجد عملا يتناسب مع مستواه التعليمي قضى عاما كاملا يبحث عن عمل وفي نهاية المطاف اضطر الى التنكر لمؤهلاته العلمية على توضعها ليزعم ان لا مستوى تعليمي له وقتها فقط تمكن من الحصول على عمل وظفته الشركة التي تتولى التدبير المفوض لنظافة المدينة في لغة العامة صار عادل بوخاتم زبالا في الايام الاولى لتسلمه هذا العمل الذي لم يحلم به من قبل كان يحرص على التنكر بان يضع على رأسه قبعة او ان يضع نظارات سوداء من الحجم الكبير كان يخشى نظارات رفاق الدراسة او الجيران الذين قد يصادفونه وهو يجمع القمامة وينظف الشوارع ولكن الشعوره ذاك لم يدم طويلا في نهاية الامر ما يهمه انه تمكن بفضل هذا العمل من ان يوفر حدا ادنى من متطلبات الاسرة وان يساعد اخوته على مواصلة الدراسة خلال عام كامل واضب عادل بوخاتم على العمل بجد ولم يعترض سبيله اي مشكل يعيق ترسيمه كل شهادات المراقبين ايجابية في حق هذا الشاب الذي لم يكن كثير الكلام في صباح التاسع من مايو من العام 2001 في حدود الثامنة صباحا بينما كان عادل بوخاتم في شارع الشفشاوني يدفع عربة الازبال استوقفه رجل في منتصف العمر كان انيق الملبس ظن عادل ان الرجل سيطلب منه معلومة ما ولكنه فوجئ به لما توقف وهو يطالبه بان يرجع اليه محفظته لما سأله عادل عن اي محفظة يتكلم اجابه الرجل الانيق بانه يعني تلك الحقيبة التي سرقها من سيارته حاول عادل بوخاتم ان يقنع الرجل بانه ربما اخطأ الشخص الذي يطلبه ولكن الرجل الانيق الملبس قال انه رأى عادل بوخاتم يمر بعربة الازبال قرب سيارته كان الرجل الانيق يصرخ في وجه عادل الذي التزم الصمت سريعا تحلق حولهما جمع من الفضولين كان عادل يلتزم الصمت منذ ان بدى له ان الرجل يلسق به تهمة السرقة كان اخشى ما يخشاه الشاب بوخاتم ان يساء فهم موقفه من قبل ادارة شركة النظافة وان يترتب على ذلك تعليق اجراء ترسيمه الذي كان يعني له علاوة في الاجر الشهري ستسعد اسرته الفقيرة حتما فجأة توقفت عند ذلك الجمع دراجة نارية صفراء تلك التي يستعملها مراقب شركة النظافة شق لنفسه طريقا بين الفضولين سأل الرجل عن سبب نزاعه مع عامل النظافة فرد بانه سرق منه حقيبته التي كانت في سيارته هناك واشار الى المكان حيث كانت السيارة مستوقفة كانت هناك امام بناية مهجورة خاربة لما اتضح لمراقب شركة النظافة ان عامل النظافة متهم بالسرقة اتصل بالشرطة بعد حين حضر مفتش الى شارع الشفشوني امر بان يساق عاد البخاتم وعربت الازبال الى المفوضية وطلب من الرجل الانيق ان يلتحق بهم هناك تفرق الجمع واستعادت حركة المرور سيابيتها في شارع الشفشوني استمع رئيس الدائرة الثانية الى التقرير الشفوي لمفاتش الشرطة الذي تدخل في هذه النازلة كما سجل تصريح المجتكي الرجل الانيق كان الوضع يقتضي تفتيش عربة الازبال التي سيقت الى مقر الدائرة الامنية بكل ما حملته من قمامة كان الرجل الانيق مصرا على ان الزبال عادي بخاتم دس تلك المحفظة في عربة القمامة على ان يخرجها فيما بعد كان الرجل واسمه بشتا الرواس وكان من كبار المقاولين العقاريين في المدينة كان يقول ان ما يهمه ليس ما في الحقيبة من مال ولكنها الوثائق التي توجد بها قال انه ركل سيارته في شارع الشفشوني ونزل يعاين البناية الخاربة هناك حيث كان ينوي بناء عمرة جديدة يذكر انه ترك السيارة مفتوحة وانه في لحظة ما تذكر المحفظة ولما عاد الى السيارة لم يجدها ورأى عامل النظافة وهو يدفع عربته غير بعيد اكد المقاول الشهير انه رأى الزبال من قبل وهو يلتقط الازبال بمحاذاة سيارته في باحة دائرة الشرطة كانت عربة الازبال امر العميد رئيس الدائرة عادل بو خاتم بافراغها ولكن عادل رفض قال انه الان متهم بدون اي سند وانه لن يقوم بافراغ العربة العبارات التي كان يستعملها الزبال اثارت انتباه العميد فالشاب بو خاتم كان يستعمل عبارات لا يلجأ اليها الا ذو حد ادنى بدلالات بعض المصطلحات القانونية ولذلك امر العميد احد المفتشين بالقيام بالمهمة القذرة تم اخراج ما تحمله العربة كومة بعد كومة لم يكن المفتش يخفي تقززه مما يقوم به وصل العملية حتى اخرج كل ما في العربة ولم تكن محفظة المقاول الانيق في جبلة ما تم اخراجه كان على العميد ان يقدم تقريرا الى ممثل النيابة العامة الذي امر باخلاء سبيل عادل بو خاتم لم يتم العثور على المحفظة بل ان العميد نصح المقاول الانيق بوشتر رواس بالاعتذار لعامل النظافة ولكن الرجل اعرض واصر على ان عادل بو خاتم وحده الذي مر قرب سيارته حين ركنها في شارع الشفشوني لما خرج عادل من مقر دائرة الشرطة وجد في انتظاره مراقب شركة النظافة كان على متن دراجاته النارية الصفراء معتمرا خوذته المكورة السوداء طلب منه ان يلتحق بمقر الادارة كان على عادل ان يسوق عربته الى المستودع قبل ان يعرج على مقر الشركة لما وصل وجد المقاول الرواز قد سبقه كان في حديث مع مدير الموارد البشرية من خلال حديثهما ظهر لعادل بو خاتم انهما يتعرفان لم يلبث ان تأكد لديه ذلك من خلال اللهجة الصارمة والحازمة التي خاطبه بها زجره ولم يدع له متنفسا يعبر فيه عن موقفه قال له انه موقوف عن العمل الى ان تظهر حقيبة السبوشتة هكذا اردف المقاول الانيق انه لا يطلب سوى الوثائق التي كانت في تلك المحفظة وفي جملتها شيكات ابعد من ذلك قال لعامل النظافة انه يعده بمكافأة قدرها عشرة الاف درهم انه اعاد اليه الحقيبة تعامل معه الرجلان وكأنهما موقنان بانه من سرق المحفظة خرج عادل من ادارة الشركة يقاوم دموعه هو يعلم ان فقدان العمل يعني الكثير من المتاعب له ولأسرته سلم امره لله وغادر المكان مضى الى مكان يشرف على البحر جلس يتأمل المحيط صار يسترجع شريطا الذي حدث الصباح ذلك اليوم تذكر تذكر انه لما كان بالقرب من البناية الخاربة في شارع الشفشوني رأى طفلا يلعب في المكان تذكر ان الطفل الذي كان في الثامنة او العاشرة بدى وكأنه يريد اخفاء شيء ما في ملابسه سأل عادل نفسه لما لم يتذكره حين سيق بعربته المملؤة بالزبالة الى مقر دائرة الشرطة عرج على الدائرة وطلب مقابلة العميد ابلغه بانه سيتولى بنفسه اثبات براءته مما يزعمه المقاوي البشت الرواس طلب منه رقم هاتف ليتواصل معه حين يجد جديد لما عاد في المساء الى البيت قص على اخويه احمد والمصطفى ما حدث له صباح ذلك اليوم طلب منهما ان يساعداه في تنفيذ خطة ستثبت براءته في صبح اليوم التالي قصد برفقة شقيقيه الى شارع الشفشوني تفرقوا في مواقع مختلفة في محيط البناية الخريبة وبعد نحو ساعتين ظهر الطفل الذي رآه عادل يلعب هناك صباح امس قبيل اتهامه بسرقة محفظة المقاول توجه الصبي الى البناية الخريبة ودخلها بدى وكأنه متعود على الدخول اليها تبعه عادل وطلب من اخويه ان يقفل كل المنافذ احس الصبي بخطة تتبعه فانزوى تحت سلم العمارة الخريبة كان ركنا مظلما تبعه عادل وامسك به كان يصرخ كانت في يده محفظة وعلى الارض تبعثرت اوراق كانت بداخلها فيما يبدو حاول الصبي الافلات ولكنه وجد شقيق عادل له بالمرصاد هاتف عادل العميد رئيس دائرة الامن بعد دقائق حضر الضابط ومعه اثنان من اعوانه كان عادل في الانتظار دلهم على مكان الصبي كان هناك بجانبه الحقيبة وعلى الارض اوراق مبعثرة اقتيد الطفل الى مقر الدائرة ورافق عادل عميد الشرطة الذي ما انوصل الى مكتبه حتى اتصل بممثل النيابة العامة وابلغ بالتطورات التي عرفتها قضية حقيبة مقاول بشت الرواس كما اتصل بهذا الاخير وطالب منه الحضور كانت الحقيبة فوق مكتب العميد تسلمها المقاول فحصها وجد كل اوراقه ومبلغا من المال قدره عشرة الاف درهم كان قدسه في جيب خفي داخل الحقيبة بحضوره اعاد الطفل ما قاله للعميد قال انه كان يلعب بالقرب من البناية الخريبة وانه لما مر بالقرب من السيارة لاحظ وجود الحقيبة لاحظ ايضا ان احدى النوافذ غير مغلقة بسرعة اخذ الحقيبة ودخل الى البناية الخريبة قال انه فتشها ولم يعثر سوى على اوراق تركها هناك وفي الغد عاد ليفتشها من جديد عله يظفر بشيء ما لحظتها قال الصبي امسك بهذا الرجل واشار الى عادل كان على المقاول ان يتدارك الموقف رافق عادل بخاتم الى ادارة شركة النظافة كان الشاب بخاتم ينتظر ان يلتمس اعادته الى عمله ولكنه ابلغ صديقه مدير الموارد البشرية بانه قرر ان يوظف عادل في مقاولته كمسؤول على تدبير الموارد البشرية كانت تلك الطريقة التي اراد بها ان يرد الاعتبار الى عامل النظافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر